تلقت صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخة فاطمة بن تنبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة وعربت صاحبة السمو الشيخة فاطمة بن تنبارك أم الإمارات في برقيتها عن أجمل التبريكات وأصدق التهاني بهذه المناسبة في ظل النجاحات والإنجازات والمكتسبات التي حققها المجلس الأعلى للمرأة في مجال تمكين المرأة البحرينية والانتقال بها من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم والتميز في جميع المجالات والقطاعات التنموية وعلى كافة الأصعدة والذي يعد آلية وطنية وبيت خبرة يحتذا بها محليا وأقليميا ودوليا وتمكنت المرأة البحرينية من تحقيق مكاسب وإنجازات يشار إليها بالبنان في كافة المجالات بفضل رؤية المستنيرة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ورعاية صاحبة السمو الملكي قرينة جلالته حفظها الله